يا مساء الخير يا مساء الحب يا مساء السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعوا برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى زي ما احنا دايما متعودين معاكم ان احنا كل اسبوع بنقش موضوع بيهمكو وبيشغل بالكو وساعات بتبقى مشكلة نفسية ومشكلة عائلية النهاردة بقى حلقتنا عن الاختيار الصحيح لشريك الحياة انا شايف ان ده موضوع مهم جدا لان كل المشاكل اللي بتحصل لنا في حياتنا بعد كده بيبقى سببها ان احنا من البداية ما اخترناش صح كل خلاف بيقابلنا بعد كده بيرجعنا للبدايات وازاي ما اخدناش بالنا من حاجات معينة واحنا بنختار الشخص اللي احنا بنكرر ان احنا يشاركنا حياتنا الشخص اللي احنا بنختاره بنقول ده اللي هنكمل معاه بقية عمرنا ازاي لما ييجي عريس لبنتي اسأل عنه كويس وقابل موافق عليه وخليها تعاني بعد كده بقيت عمرها كله ازاي ناخد ناس شبهنا ومتوافقين معانا وما نمشيش وراء قلبنا من غير ما نفكر في كل العلامات الحمرة اللي الساعات بنلاقيها في بداية العلاقة صدقوني البدايات مهمة جدا جدا وبترتبط بيها بعد كده حياتنا كلها بعد كده في بيوت ممكن تتخرب عشان ما فكرناش ومركزناش في العلامات اللي شفناها من البدايات احيانا بيوت بيتخرب لان طبعه مش راكب مع طبعي معاني الناس كتير تقولك طبعه لازم يبقى فيه اختلاف هو لازم ابقى انا زيه بالزبط لا طبعا الاختلاف ده شيء صحي جدا وشيء مطلوب لكن اختلاف صحي اختلاف اقدر اتعامل معاه لان طبع الاختلاف ده بيجي منين الاختلاف ده بيجي ان انا جاي من منطقة وجاي من منطقة تانية جاي من ثقافة وجاي من ثقافة تانية انا نشأتي غير نشأته فطبيعي يبقى فيه خلاف بس واحنا بنختار لازم نختار صحي من البداية واعرف ان الخلاف ده ما يقصرش على حياتي بعد كده اختيار شريك الحياة ده حاجة كبيرة جدا فيه حاجات لازم ناخد بالنا منها من البداية طيب هو فيه حاجات مش بتبان من البدايات اه فيه حاجات مش بتبان هنعرفها إزاي؟ هنعرف كل الأسئلة دي إيه العلامات اللي أنا أقدر أخب بالي منها؟ إيه الحاجات اللي ما بتبنش من البداية بس بتأثر على حياتنا بعد كده؟ هيكون معايا في الستوديو النهاردة ضيفي استشاري العلاقات الأسرية لأستاذ عبدالله ربيع